بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعد أن عاد النبي عليه الصلاة والسلام من الطائف ومنع الله عز وجل عنه إذاء قريش إلى حد كبير اقترب موسم الحج وتعلمون أن موسم الحج تأتي إليه العرب من كل البقاء وكان النبي عليه الصلاة والسلام في كل سنة يغتنم هذه الفرصة ولكن في هذه السنة كانت هناك أهمية خاصة جدا لموسم الحجيج والسبب أن مكة لم تعد بيئة للدعوة إلى الله أبدا من كان زو قلب أسلم ومن كان حاقدا هذا يعني يئس النبي عليه الصلاة والسلام من إسلامه وقد ألهمه الله عز وجل ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما اقترب موسم الحج بدأ يدور على قبائل العرب وعلى أسواق العرب كانت أسواق في موسم الحج تكون أسواق كبيرة حول الكعبة فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يطوف على القبائل قبيلة قبيلة يعرض عليهم نفسه يقول لهم أنا رسول الله سآتيكم أجلس معكم تحموني تمنعوني وأنا أعدكم أنكم ستكونوا أسياد العرب وستكونوا عظماء العرب بعضهم كان يشترط أن تكون الخلافة بعده فيهم وهذا أمر ليس بيد النبي عليه الصلاة والسلام وهو خاتم الأنبياء وبعضهم رفض وبعضهم كان يقول إذا كان قومه نفر منه فهم يعلمونه أكثر منا فباب أولى أن ننفر نحن منه وهكذا من قبيلة إلى قبيلة وهو لا يريد شيئا منهم يقول لهم لا أكرهكم على الإسلام ولكن احموني وامنعوني وأنا أريد أن أنشر الإسلام من آمن أهلا وسهلا ومن لم يؤمن لا يكره في الدين لكن لا أحد يقبل من العرب أبدا وكان حينما يمشي بين كل قبيلة وقبيلة كان خلفه من أبو لهب عمه هو يقول لهم أيها الناس أنا رسول الله ويقول لهم لا تصدقه إنه كاذب وهكذا أبو لهب خلفه خطوة خطوة يريد أن يفشل دعوته وأبو لهب مشهور عند العرب فبعضهم كان يقول إذا كان عمه يزمه فكيف لنا أن نقبله بيننا وهكذا كلما مر على قبيلة كان الجواب بغير ما يرضى صلى الله عليه وسلم مع الوقت قبيل أن ينتهي الحج مر على قبيلة خزرج وهي من قبائل يسرب يسرب يعني التي صارت فيما بعد المدينة المنورة كانت قسمان قسم الأوس وقسم الخزرج مر على قبيلة الخزرج فسألهم من أنتم قالوا الخزرج قال أنتم في المدينة المنورة في يسرب قالوا نعم قال أحدثكم أنا أتكلم بالمعنى قالوا نعم فجلس النبي عليه الصلاة والسلام وبدأوا يتكلمون فقالهم أنا رسول الله وأنا كذا وأنا مؤمن بإبلاغ الناس الرسالة الإلهية وقومي أسلم من أسلم قومي وأنا أريد أن آتي إليكم وأحتمي بكم وتمنعوني الناس وإلى آخره فإذا بهم يتهامسون فيما بينهم ماذا قالوا قالوا لبعضهم أترونه أنه هو النبي الذي تهددنا به اليهود يسرب فيها سلاس قبائل يهودية بني القريضة وبني قينقاع وبني النظير وكانوا في معارك مع العرب وكانوا يقولون للعرب أنتم الوسنيون سيبعث نبي آخر الزمان وقد آن أوانه بحسب ما يعلمون من كتبه قد آن أوانه يعني تقريبا بهالزمن وسنؤمن به ونقتلكم تحت رايته قتل عاد وإرام فقال العرب الخزرج فيما بينهم تعالوا نؤمن به قبل أن تسبقنا إليه يهود قالوا نعم فوافقوا وافقوا على أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام إليهم ويحمونه ولكن قالوا له نحن سنذهب إلى قومنا وسنعرض الأمر على قومنا وسنناقش الأمر وسنأتيك بالخبر في الموسم القادم موسم الحج وعلم أنه إذا قبلنا لن يطالك أحد أبدا بعد اليوم فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم فكانت يعني موعدة خير وصبر النبي سنة كاملة انظروا إلى بعد نظره يعني قضية ليست قضية يوم وليلة انتظر سنة كاملة وهو ينتظر أن يعود إليه بخبر ما استعجل ويلا لا بكرة بعتولي بس ترجعوا شهر زمان لازم تبعتوا خبار لا لا خلاص على راح تكون ننتظر سنة وذهبوا إلى بلادهم وعرضوا الأمر على قبيلتهم ووافقوا وانتظروا إلى العام القادم حتى يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويبايعونه على الإسلام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وصحبه